السلام عليكم اخواتي ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال كما راكم تشوفو جبت لكم اليوم روز بطريقة جديدة فعلا يعني طريقة لا في الصلصة ولا في الروز يعني طرق جديدة جدا ودرت لكم هذا الكريم فراش ولا كريم تطبخ في المنزل مكوينا فقط يعني تنافس الجاهزة بكل صراحة يعني جتلا في القوام ولا في طعم رائعة ودرت لكم ثاني الروز بهذه الطريقة كما راكم تشوفو بلا شعيرية هذا الروز ويبان كأنه بشعيرية بالنسبة للناس اللي تحب هكذا الالوان وفي نفس الوقت ما تحب شعيرية مثلا ياكلوا صانغلوتان ولا حاجة يبان كأنه بشعيرية وهو مش بشعيرية تبعوا معايا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما تنسوليش للجام يا البنات ديروا للجام باش يطلع الفيديو وشوفوه بزاف الناس عندنا هنا ملعقة كبيرة من المارغاري وراح ندير يعني الكاس تعتاي هذا درت حاولي كاس غير بعتع الزيت بالنسبة هذا الزيت والمارغاري نحن نقسم منهم شوية للصلصة ذوك تشوفوا معايا نحن نكاهم الساعة ندير ورقة تعارند بالنسبة الجزائريين تعني يعني اللي ما يحبوش هذا المنكيهات ميدروهم شي درو غير الرند خاصة نسمى نجمة البحر هذي نحن نحن نابري فيه نقذ You want to go to fill this world والأنه المعنونا نحن هنا في ظايرãy salut يعني ك reaches we just that kind of bags أنا احبfi notre رتجاني بكل صراحة ونقبل جميع النكاهات ومستحكين على tego keinen لا ألآكة هذو اللي مخلطة اله لنكاهات الجديدة يعني اللي ما تحبش نكاهات الجديدة تضير غير الورقة تعرفان فقط واذا اكثرتوا نزيدوا معاها القرفة القرفة هي بتغيناء طعمتها وتعرفوها درتها هكوا وقليةهم شوية به هذيك الزبدة و الزيت نضيفها من بعد في الدجاج على خطر الدجاج مانيش نقليه بثاف زيتنا نحتاج هذه الكمية القليلة فقط على خطر هذه الكريمة اللي راح نخدمها فيها زيت وافيرة يعني فيها كمية وافيرة على الزيت على بيها على اللو الفتقالية راح نضيفها غير تلف ملاعق عفون هذا انتع الزيت بعد ما نحيت هذك الكمية اللي راح نقلي بها من بعد الدجاج نضفت حوالي يعني يقولوا بالكسة ام والدها كاك يجيكم اكثر شوي من نص كس روز الابيض عادي وضوك نقول لكم اذا درتوا روز مفور واذا درتوا روز الابيض قدواه تديروا الماء عفوا قبل قلت لكم انتع روز مايو عادل حوالي كاس غربوع ولا اقل شوي من كاس غربوع انتع ام والدة ذاك لمالفين كيلو به هكا ونقليه مليح مليح هذا كروز حتى يدي اللون كما مالفين ديروا في الشعيرية عادي شوفوا تحصلنا على هذا اللون الذهبي راح نضيف ذوك الماء ذوك الماء حسب وش راح تديروا روز مثلا راح تديري روز بالمجموع كامل بهذا المحمص بالاخر اللي راح تزيديهم بعد الابيض مثلا راح تديري زوج كؤوس تديري ربعة ماء المهمة كم تعرفوا خواتتي بالنسبة للروز الابيض يعني كاس تاع روز يقابلوا زوج كيسان ماء تديري روز على نار هادية كما انا هنا درت يعني كاس غربوع كاكل لول هذك اللي حمصته وزدت زوج كيسان تاع روز الابيض هذا معناتها في المجموع انتع الماء لازم نديري ربعة كيسان حوالي خمس كؤوس حوالي خمس كؤوس تاع الماء يعني هذا الكاس مهوش مع مريع السما درت خمس كؤوس تاع الماء مهم قلت لكم كل كاس يقابلوا زوج تاع الماء اذا درتوا روز ابيض كيما انا هاو واضح يعني وكل شواضة نخليوا هذا الروز يطيب على نار هادية اخلاص يعني نقصوه النار نغلقوه كيما هكا ونقصوه النار ونخليوه يطيب ونروحوا للسلسة عندي هنا هذك الزيت والزبدة لكنت خليتهم حاولي ثلاث ملاعقت عزيت وزبدة مخلطين ودرت صدور الدجاج يعني قطعته هكا مكعبات خشان شوية ما هم شرقاك نادرت صدر صغير تاع الجاجة يعني صدر كامل ومسح موش كبير بزاف نقلي مليح الجاج داعي دائما ججلس مقليو شوية بش تنحلوا هذك السفورة حتى نضيع الاقل لون هكا وعلونا ويطلق شوية الماء ونبعدين شوف ويتقلي مليح ونزيدوا له البصل عندي هنا احبها متوسطات على البصل الميلة شوية الكبيرة يعني كمية وفيرة على البصل وراح ندير توابل تاعي يعني ديروا كل شو ش عندكم توابل يا بنات هنا درت الملح والروز خاصة انه الروز بطريقة هذي الهندية والطرق هذي تعال يعني الطرق هذي اصلا الروز يحب التوابل يعني اي صنصة على الروز تحب التوابل درت لهنا عفلفل لكحل كوركم ودرت الفلفل الاحمر الحار ودرت زنجبيل ودرت شوية ثوم بودرا لما عنده هش ثوم بودرا تقدر تدير في صوس ودرت شوية ابرك على رأس الملعقات على الكمون انا احب الكمون في فرز اللي ما تحبش ما تديرش وعندي هنا الفلفل الاحمر الحلو لمدلي اللون يعني حبيت نخلط اللون انه يجيني احمر ومبعد نزيد الكرام فراشي ولي هذك اللون اللي ما بغتش اللون غامق كما هكت تحبو فاتح وتحبه يعني الكريمة تحت جهة كميلة الاصفر ولا ميلة الابيض ما تديرش الكوركم ويسميه ما تكثرش الكوركم وفي نفس الوقت ما تكثرش الفلفل الاحمر الحلو تجربة نصف كاس برقة كاك أو غربة نتجربة الكريم في الطبخ المنزلية نصف كاس نتعلق الحليب و اجبت كاس كامل كما تعمر بزيادة كمية كاملا بزيادة الزيد نخلط في هذا الحليب بالبراء نخلط 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 يعني حتى يبدأ يطلع كيل مايوناز ويواليخ هذا ذوك شوفوا قدواش راح ندير زيت يعني بشيكون على بالكم يعني دبت حوالي 100 مليلتر انتع الماء تعرف وانتع الحليب هالزيت لي حوالي كاك 150 مليلتر تع الزيت كاك صغير بوع يعني كاك 200 مليلتر خليت منها الربع يعني مش هيا خليت منها الربع وتحصلوا على 200 مليلتر تع كرام كرام الخاصة بالطبخ يعني وتنافس الصح الجاهيزة شوفوا هنا تبقى خفيفة شوية ومسح وكان نحطها في الثلاجة راح تختار شوية تعود نفس القوام كمال يتباع وضوك نجيب لكم كرام فراش اللي كانت عندي كندرت لكم بها من قبل الوصفة اللي فاتت هذيك تعتاجين جبل يعني كندرتها لكم كرام فراش وكنت شريتها هذيك تتباع شوفوا كمال في كرام فراش هذي تعليو متر تتباع بـ 14000 ولا ساعة تحت الـ 15000 توصل يعني نفس القوام شوفوا حتى اللون هذك الابيض الناصع نفس اللون وشيهوا الاخرى كانت في الثلاجة يا البنات تبنتكم خاثرة هك هذي مازال ملوحتهاش في الثلاجة تلوحوها في الثلاجة تقعد تولي نفس القوام نفس الخطورة نفس البيوضة نفس كلش حتى الطعم يعني مجيش فيها طعمة قوية شوفوا هنا بركاني حطتها شوية برك خثرت شوفوا كفا هوليت انكم يعني حاولوا تديروا زيت ما فيها طعمة قاوية كما عافية كما إليو هذو كما فيهم ش طعمة قاوية يعني جيكم بها رائعة ما شاء الله وشوفوا القوة متاحها يا البنات كأني لوحت كرام فراش في الثلاجة هنا جيج داعي بعد ما تقلال بصل المليح وكل شيء وذبال المليح نحكى منزل الكرام فراش قتلكم هنا مئتين مليليتر تخرج لكم أصلا هي مئتين مليليتر قد هذيك الباطا لاتباع يعني كيف كيف الكمية هذي اللي خدمناها اليوم تهزلكم قد الباطا لاتباع هذيك أنا ما عادش نشريها أصلا عندي عقدام الكرام فراش ما نحبش نشريها كاعد مش مصحية مع مرازية مع مرازية مع مرآخر وزدت فيها الغلاء يعني كما نقولو احنا الغلاء وقلت لبها بس حكي عاد دركة يعني نقدروا نخدموها في الدار نقدروا نديروها على الأقل جيناء اقتصادية يعني ما هيش صحية فيها الزيت بزاف مسحة خير من مواد الحافظة ليتباع من برا يعني كي نحبو نستعملوها حتى مرة في شهر على الأقل هنا نخدموها وحدنا هنا يلبنت هذا هو الروز داعي شفو كيف هجار طب قد قد بس حتى تحسبو برك هذيك الكميات على الروز اللي حمصتوها ثاني حتى هيد دلو لها الكميات الخاصة تحت عن ما وكل كيلة في الروز لبيض قلت لكم تقابل هذوش كيلات نتعن ما وهذه هي يلبنت هكذا طريق التقديم درت طريقة بسيطة جدا شفو يعني الروز تعنا رو طب قد قد ما شاء الله مجاش شيح ومجاش لسق في بعضها هكذا طريق التقديم درت غير في الكاس هذا ولا في الغرفية هذي من هنا الروز ودرت من هنا الصلصة وزينتها غير بشوية الدبشة من الفوق وهذه هي اخواتاتي ليوصل هذا الحد من المشاهدة نقولهم شكرا بزاف بزاف ويعطيكم السحة ما تنسوا ليش الجم والسلام عليكم اشتركوا في القناة